هنروح بخبرنا الأول وهو منتخب كرة اليد اللي بيستعد لبطولة أفريقيا كرة اليد رجال طبعا بيستعد لبطولة أفريقيا اللي هتقام على أرض مصر من 17 ل 27 ناير وهتصادفها الصدر رقم واحد طبعا دكتور أشف صبحي كان في وداع الفريق اللي مسافر يلعب بطولة الدوري الذهبي في الدنمارك كاستعداد لبطولة أفريقيا كم لعب منا النادي الأهلي هيشارك مع المنتخب أو تم اختياره مع منتخب مصر في الفترة اللي جاية إن شاء الله هو ست لعبين مين الست لعبين اللي اشتركوا أو اللي تم اختيارهم إبراهيم المصري عبد الرحمن فيصل أحمد عادل محسر رمضان أحمد الشام سيسا أحمد خيري دول اللي كان ليهم الشرف ارتداء قميص منتخب مصر في دورة الدنمارك اللي جاية إن شاء الله والدوري الذهبي في الدنمارك في الفترة من 2 يناير حتى 8 يناير وده تشكيل المنتخب طبعا اللي مسافر بإذن الرحمن وزي ما قلت لحضراتكم بدوت أفريقيا تتلعب من 17-27 يناير ومنتخب مصر واقع في المجموعة التانية مع منتخبات غينيا الكاميرون كونغو برازافيل والبطولة دي حللناها مع ضيوفي في حلقة من الحلقات والمتوقع لهذه البطولة النهائي مبكر في قبل النهائي مصر وتونس هيكون فيه قبل النهائي مكنتش أتمنى أبدا إن احنا نوع عصد بعض فيه قبل النهائي ولكن ما فيش مشكلة إن شاء الله منتخب مصر يتخط عقبت منتخب تونس العنيد ونوصل إلى المباراة النهائية عشان بطولة العالم إن شاء الله تبقى من نصبنا بإذن الرحمن المصابات المحلية للرجال طبعا كلها متوقفة حتى بعد نهاية كأس السوبر مصر واللي اتلعب في الإمراض وقدر يفوس فيها فريقنا على نادي الزمالب 26-24 في المباراة الشهيرة طبعا اللي شهدت يعني تقلق في الفترات الأخيرة والفترات الحاسمة والحقيقة ده اللي كان بقى بيميز الفريق الجديد اللي بقى بيميز فريقنا دلوقتي إنه يستطيع إنه يفوس في السواني الأخيرة كان دايما عندنا مشكلة لا وهي إنه دايما في الديئة الأخيرة كان فريقنا دايما بتخسر المباريات ولكن بعد اكتساب هذه الخبرات مع وجود طبعا المدير الفني مستر ديفيد ديفيد يعني راجل على الخط يعني ليه خبرات كبيرة فكان بيساعد الفريق بشكل كبير استطاع إنه بقى يخوه في آخر دقيقة بقى دايما ممكن يكون متأخر ويفوس بقى اللي احنا كان بيتعامل فينا أصبحنا بنعمله في الفرق إنه احنا نستطيع الفوس في آخر دقيقة وده بيدل على خبرات تراكمية اكتساب هذا الفريق في سن صغير نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لهذا الفريق في البطولات القادمة بعد استئناف إن شاء الله الدوري ونتمنى المنتخب مصر الفوس في دوط أفريقيا القادمة بإذن الله